كما سمعتم هذا ما قاله الإعلام المصري على الهزيمة دي المنتخب الوطني المغربي للسيدات ضد ألمانيا في أولى مبارياتهم ضمن المجموعة الثامنة من كأسي العالم للسيدات منتخب ألمانيا منتخب قوي منتخب وكأنك تلعب مع الرجال عنده الخبرة عنده ثلاث ألقاب على مستوى العالم بطل اليورو النسخة الماضية آآ تاني عالميا يعني منتخب متمرس مشاركة دياله يعني التاسعة في كأسي العالم المنتخب الوطني المغربي كأول مشاركة لهو كأول مشاركة لمنتخب عربي في كأسي العالم هذه خطوة إن شاء الله بحول الله نستفدوا بها وهذه خطوة إن شاء الله باش أننا نزيد وندعم كرة القدم النسوية نحن كوننا هذا المنتخب فقط في سنوات وجيزة عني فوح السنوات الأخيرة إن شاء الله نتمنى إن شاء الله في المباريات القادمة أمام كولومبيا وكذلك أمام كوريا الجنوبية الأحد القادم إن شاء الله نعوضوا ونجيبوا الفوز إن شاء الله والنقاط الثلاثة على الأقل أننا نخرجوا في هذا المشاركة الأولى بانتصار سواء على كولومبيا أو على كوريا وعليش لما نتصروا عليهم بجوج إن شاء الله بحول الله واتأهله إلى الضوري الثاني المنتخب الوطني المغربي قارع منتخبات كبيرة في إفريقيا كنيجيريا التي لها مشاركات كبيرة في كأس العالم وشفنا حصلنا على الوصفات للكأس موانفريقيا التي نظمت هنا في المغرب أمام جنوب إفريقيا يعني الخسارة واردة أكيد كانوا أخطاء من المدريب أكيد حتى التشكيلة اللي اعتمد عليها المدريب مش هي تشكيلة اللي كنا نشوفوها في المباريات الويدية كانوا أخطاء كبيرة في تمركوز وكذلك الحراسة دي المرمى الرميشي اللي ذات أخطاء فادحة والأخطاء دي الدفاع وشوفنا اللعبات دي المنتخب الوطني المغربي يعني كانوا أهداف يعني بنيران صديقة على كل حال نتمنى إن شاء الله بحول الله للا بوقات الأطلس أنه يتحسن الأداء ديانه في المبارتين القادمتين إذن إخوانين نتمنى هالفيديو كنا الإعجاب ديكم ما تبخلوش عينا دائما بللاك واشتركوا في القناة وفعلوا خاصية التجرس باش يوصلكم دائما الجديد ينا أول بأول وخلوا لي تعليقاتكم في الموضوع تحياتي لكم وديما المغرب